موسيقى لليوم الرابع على التوالي تمضي امتحانات الشهادة الثانوية العامة دورة يوليو 2018 ومعها تتواصل عمليات الرقابة والتفتيش التي يقوم بها فريق من الهيئة الوطنية العليا للامتحانات والمسابقات الحملة التي تجور مختلف المراكز يقودها منسق الهيئة الوطنية للامتحانات أبكر حسب الله حيث وصلت حتى منطقة مندلية التي تبعد خمسين كيلو مترا جنوب العاصمة جمينا نتائج هذه الحملة حتى الآن بعد مضي أربعة أيام بحسب القائمين عليها هي ضبط ستة أشخاص تفاوتت مخالفاتهم بين منتحل لشخصية آخر مترشح وبين مزور لبطاقة ثبوت الترشح التي يتم استخراجها رسميا من الهيئة المكلفة بتنظيم الامتحانات وأمام هذه الحالات وإجراءات التعامل مع المخالفين يقول منسق الهيئة أبكر حسب الله نحن نتشاهدنا في أي سنتر على الإجزامات بفتحو يالات بكارجانانان بشنوانان الفو كانجدا لنضروا الإجزامات التعامل بإدريب رسمي لنضروا إن شاء الله نعملوري نمشو نسوشوه الله لنمشكل ما يبقى والكانجدا بجب انتحونوا في قدال آخرين كله إن شاء الله قاد نتارودو جانب آخر من المترشحين لنيل الشهادة الثانوية وهم ذوي الاحتياجات الخاصة حيث وفرت لهم الهيئة الظروف الملائمة لأداء الامتحان فهؤلاء مكفوفي البصر مثلا تتوفر لهم الآلات التي تتماشى مع ظرفهم إذ قدموا ملفات ترشحهم للهيئة وتم قبولهم ليؤدوا الامتحان بداخلها دون عناء أو تكبد المشاق التي قد تواجههم في المراكز العامة كالازدحام مثلا وهو ما تفادته الهيئة هذا وتستمر امتحانات الثانوية حتى السبت العشرين من شهر يوليو الجاري لا تزال تتواصل فعاليات الشهادة الثانوية العامة دورة يوليو لعام 2018 فبمدينة بلتين تسير الأمور على أكمل وجه وحسب المخطط لها ولا توجد أي عوايق تذكر قبل الدخول إلى الامتحانات يتم تفتيش الجميع وبحسب اللوايح والقوانين يمنع منع باتا الدخول بالحقائب والحواتف الجوالة وكذلك الألواح الإلكترونية فالطلاب أبدو رضاهم التام لما قدموه حتى الآن في الامتحانات أسألك بره من المقرر ولينا ما فيه شيء كلها سائل ما صعب جدا ما قائم ما عندنا أي صوبات الامتحانات الحمد لله على ميرا بنسبة 95% الحمد لله مراقبة أمن وافر وكل شيء أنا بتمنى يمكن يكون بمسيون كله بامتياز أما رئيس مركز الامتحانات لمدينة بلتن كيمتو القارن قارتسوم أشهد بالجهود التي يبدلها رجال الشرطة الوطنية في سبيل استدباب الأمن والاستقرار وكذلك التعاون العام لجميع المسؤولين بالمنطقة في سبيل إنجاح مهمتي ومما تجل الإشارة إليه فإن المترشحين في المساقى الأدب الفرنسي سينتهون جمعة بينما المساقى العلمي الفرنسي والعربي والمساقى الأدب العربي سينتهون يوم السبت